أم عبد المحسن تسأل عن النسقات التي تكون على الجسد بسبب الجرح أو غير ذلك هل هذه تؤثر في الغسل أم لا؟ هذه حكم حكم الجبيرة إذا وضع الإنسان نسقة لأي غرض سواء كان لأجل جرح أو لأجل كسر أو لأجل حرق أو لأي سبب فحكم حكم الجبيرة يمسى عليها عند الغسل مدام أنها ليست في أعضاء الوضوء إنما في أعضاء أخرى كالظهر مثلا فيمسى عليها عند الغسل يمسى عليها مرة واحدة ويكفي ذلك نعم هو قالبا أنها قد تبللت بسبب أنها غسل كامل هل هذا يكفي؟ لا ما يكفي لا بد من المسح شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة